حتى قضية مصفا بيجي هنا أنا أتحدث عن تغيير بالنهج بالتعامل مع أقليم كردستان يا أستاذ مثال حتى بقضية مصفا بيجي عندما راح السيد السوداني كنا فرحنا والأمصدقينش أنه والله عثرنا على مصفا بيجي وبعد قليل مؤتمر صحفي للسيد السوداني قال السيد السوداني يطلع لنا بـ 2% من المصفا ويتحدث عن أنه المواد المسروقة تم استعادتها من أقليم كردستان وترك الموضوع حقيقة قابل للتأويل أنا حتى دعيته قابل للتأويل والاتهام وقلت يا سيد السوداني تقعد تتهم شريك شريك إلك شريك الحزب الديمقراطي أو الأقليم وضح شون دني حتى الستين سايرة اللي أنت تحكي عنهن شون قدرني طلعا من الأقليم ويجني يروح عن المصفا بيجي عمي عمي من الأقليم قاعد تطلع شغلاتي تروح إلى إيران ومن إيران يكون شغلاتي تفوت على الأقليم مخدرات ومخدرات هذا دفوتها بأومر أسايش أربيل لا والله وأنا ما عرف أحد من أسايش أربيل شون تعرف واحد اسمه طارق دكتور طارق شون مدير دكتور طارق والله يشايفها بس قاله تغير ما عرف منه أجوه ولا أريد أعرفها عمي تجارة المخدرات اللي تدخل جزء منها من الأقليم عن طريق إيراني فوتوها أكراد بس يا نوع من الأكراد أكو بيكاكا هم هذا والأكراد البيكاكا وهم متعاونين ومتحالفين مع ناس في السليمانية ومع ناس في الحشد ومع ناس في طهران يسمو كل عربية عربية وكل سوري السليمانية هنا بمعنى آخر اللي باق مصفى بيجي واحد ينكتل بمسيرة هو كان الرئيس اللي يشرف على العملية كلها بس والفصيل اللي كل العراقين يعرفوه وكل العراقين هسأدان سأله منه باق مصفى بيجي قلق لك العصاب يعني هم هذول الفصائل كله كانت من تابع الأبويا عش فيك يا محمد يا أخوي اثنين قتلوا بمسيرة أمريكية هم كانوا يقودون الأمر كله كل المنظمات الزينة والشينة بأمرهم من يقدر يطلع عن الخط من يقدر يطلع عن الخط قاسم سليماني محد ومن يقدر يطلع عن خط السيد قاءاني قاءاني هسأ السيد قاءاني ومن يقدر يطلع عن الخط السيد خامنئي يعني السؤال فهي في البوق الأكبر الحقيقة الاتهام الأكبر لازم نقول خامنئ هذول كلهم وليدات فروخ خامنئ الفروخ هم اللي باقوا وهم اللي خربهم وهسهم المتهمين بتخريب الدولة وبالتالي أنا ما لديهم يتهمون هذا الاتهام لا لدي أقول هذول الزلم عراقيين شنو فروخ شن المسعطة هاي وهاي اعمام عراقية وفصيل مسلح يلا عفو الله عمان سلف صيروا زلم صيروا دولة خلاص خلونا نبدي دولة وبالنهاية كنا شركة لازم نقعد على ميز واحد هو قف لازم كنا نقعد على ميز واحد مستعدين الجلوس مع زعامات الإطار أو هذه الشخصية اللي تتحدث بيا مستعدين تقعد مستعد نقعد مع الشيطان من جل العراق رحلت لإسرائيل من جل العراق ما راح قاعد يا قيسي وغيري لا قاعد ياهم بس نقعد على شنو دستور نعم حقوق الإنسان نعم حقوق المرأة نعم العفو العام نعم المتقاعد ما يبقى دليل ورث ثلاثين أربعين سنة وحالة حالة الويل نعم رواتب هذي الفلكية للسيد الرئيس الجمهورية اللي مسكين الله يساعد قلبه ما يذيش السالفة ما يذيش السالفة الرجل خارج إطار القدرة شينو رواتب ملايين الدولارات ليش المدارس ما عدنا المشروع الصيني اللي بناء المدارس تدري كله بوق ونهب الصيني تبوق الدولة تبوق المقاول يبوق ليش ما عدنا بالعراق مهندسين شباب حلوين ومقاولين صغار يعرف ابن بيت تشبير يشين مدرسة مدرسة بيت تشبير ابن بيت تشبير ابن بيت تشبير لأبنائنا لبناتنا لموا ولدنا وبناتنا لموا الأسرة العراقية على هذا أقعد بس أقعد حتى تبقى شايلي رشاش مزنجرة تخوفني بيها ولا كنت تخوفني أتا تقدر تخوفني ترجمة نانسي قنقر